إلى الشمال من محافظة دهوك حيث توجد بوابة الموصل الأثرية التي تعرف كذلك ببوابة العمادية أو بوابة سنجار يعود تاريخ بناء هذه البوابة إلى آلاف السنين قبل الميلاد وهي معلم أثري يصور حقبة مهمة في تاريخ العراق القديم ويقصدها علماء الآثار الأوربيون إضافة إلى السياح في العراق استخدمت بوابة العمادية لمراقبة قوافل التجارة القادمة إلى الموصل في الحقبة الميدية وهي تعتبر نقطة وصول ومفترقا للطرق في آن واحد كما استخدمت لأغراض الدفاع وتؤكد المصادر التاريخية أن هذه البوابة بنيت من حجر الحلان المزين بالنقوش ليضيف لها شكلا أجمل كما تعد البوابة مدخلا لقضاء العمادية المميز بموقعه وتاريخه طبعا أنا أنصح كل الشباب وأنصح كل الطلاب اللي موجودين بكليات الآثار موجودة بالعراق أنه يجون للعمادية لأن بيها كثير مناطق أثرية وأهمها بوابة العمادية الموصل هذه البوابة اللي كانت تستخدم قبل مئات السنين لأنقل التجاري بين سنجار والموصل والعمادية وكانت الرابط بين هذه المحافظات ويطلق سكان كردستان العراق اسم آميدي على بوابة العمادية التي تشير المصادر التاريخية إلى أنها كانت تسمى قديما بآمات أو آماتي وقد ورد هذان الإسمان بحسب المصادر في مدونة آشورية يعود تاريخها إلى نحو ثمانمائة عام قبل الميلاد وهي محفوظة في المتحف البريطاني